اشتركوا في القناة جدول اعمال مجلس النواب لهذا الاسبوع اجتمل على العديد من الموضوعات الهامة والتي ناقشها اعضاء المجلس واتخذوا فيها القرارات حيث وافق الاعضاء على اتفاقية التعويذ عن الضرر الذي يلحق باطراف ثلاثة والناتج عن افعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات كما وافق الاعضاء على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية قمع الافعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخلال رده على سؤالين نيابيين الاول حول خطة وزارة التربية والتعليم لتعميم التعليم الالكتروني والثاني حول استراتيجية مركز رعاية الطلبة الموهوبين اكد سعدة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي على ان وزارة التربية والتعليم تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة للاستمرار وتطوير المسيرة التعليمية لابناء البحرين وصولا الى ارقى المستويات وباستخدام احدث السبل تمكنت الوزارة ولله الحمد من قاطع شوت كبير على هذا الصعيد بدأت لتنفيذ توجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عندما بدأنا في مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل ثم ايضا التوجهات الملكية الكريمة الخاصة بالاتقالة للتمكن الرقمي الموهوبة الموجودة عند الطالب هي تشكل رصيد للوطن رعاية الطالب بالمراحل المنبكرة مهم جدا رعاية الموهوبة وجود ملف واشخاص مؤهلين يتابعون هؤلاء الطلبة سواء في المرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية يسهم بشكل كبير جدا في ايجاد عناصر فاعلة ان شاء الله سيكون لها دور كبير في مسيرة التنمية في مملكة البحرين وحول الاجراءات التي تمت بشأن انشاء مواقف متعددة الادوار للسيارات في مجمع السلمانية الطبي اكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح على ان الوزارة كانت قد وقعت اتفاقية انشاء مواقف السيارات وقد تم الانتهاء من خمسين بالمئة من تصاميم هذه المواقف التي تتسع لقرابة الستمائة سيارة تم التوقع الاتفاقية مثل ما ذكرنا في شهر اوغسط من 2016 والان شركة ادامة في طور التصاميم وتقريبا حسب ما ابلغون ان تقريبا خمسين في المئة من التصاميم تم الانتهاء منها ونتوقع ان مع شهر مي او الجون ان يكون ينتهون منها ويبدأون العمل في الانشاء وراح يستغرق خمسة عشر شهر يعني فبالتوقع ان يكون بنهاية عام 2018 يكون هذا المواقف لستمائة سيارة وخلال الجلسة ايضا وفق السادة النواب بصفة الاستعجال والاحالة الى مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن منح نسبة من اراضي الدفان البحري للمشاريع الاسكانية تقديمنا اليوم في مجلس النواب الموافقة على مشروع بقانون تخصيص خمسة وعشرين في المئة من اراضي الدفان المشاريع الاستثمارية تكون عائدها لمشاريع اسكانية تنفع المواطن لزيادة وطيرة انشاء الاسكان في مملكة البحرين ونحن دائما ننظر ايضا الى شح الاراضي مستقبلا في مملكة البحرين والزام الجهات الاستثمارية بتخصيص خمسة وعشرين في المئة لواكب يكون داعم اساسي الى وزارة الاسكان لانشاء مزيد من مشاريع في الايام والمستقبل القريب وهو طبعا تخصيص اجزاء في اي دفان راح يصير مستقبلا على سبيل المثال طبعا يكون هناك تم تحديد من قبل لجنة المرافق هو خمسة وعشرين في المئة يستقطع من كل دفان مستقبلا راح يصير دفان بحري راح يصير في مملكة البحرين على سبيل المثال طبعا راح يقفى هذه الاستقطاع من الدفان الصناعي والدفان الاستثماري لكن في الاخير راح يكون هناك اثر رجعي واحتساب هذه الاستقطاعات حق الدفان اللي يكون السكني مستقبلا وكان اعضاء المجلس في بداية الجلسة قد صوتوا على اصدار بيان يهنئون فيه مملكة البحرين وشعبها بمناسبة الذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني الذي وضع الاسس والمقاومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة وصوت عليه شعب مملكة البحرين بالموافقة بنسبة 98.4% نقاط هامة نقشت على هيئة اسئلة ومقترحات ومشاريع قوانين بدءا بتوضيح خطة وزارة التربية والتعليم في تعميم التعليم الالكتروني بمدارس المملكة مرورا بانشاء مواقف السيارات في مجمع السلمانية الطبي وكذلك تحديد نسبة اكثر من 25% من اجمالي مساحة اراضي الدفان للمشاريع الاسكانية يحيال عمري من مجلس النواب لتلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر